أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لمراجعة شاملة لمفهوم تنمية وإشكاليتها في إطار الاستعداد الامتحان الجاو الموحد في مادتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى باكالوريا دورة 2022 بحول الله إذن بالنسبة للتقديم العام فهو يندرج طبعا ضمن الإطار المرجعي لامتحان الجاو الموحد وبتلف أنتم مطالبون به إذن فهذا التقديم العام هو يتعلق أساسا بتحديد مفهوم تنمية وكذلك المقاربات المعتمدة في دراسة تنمية مع أيضا إبراز التقسيمات الكبرى للعالم معتمادا على خريطة التنمية إذن دمر المحور الأول لابد من ضبط المفاهيم المرتبطة بالتنمية وأولها مفهوم النمو طبعا مفهوم النمو هو يحيل على الجانب الاقتصادي تحديدا يعني البعد الكمي ويعتبر يعني أن النمو الاقتصادي هو أساس تنمية وغايتها بالمقابل فالعنصر البشري وفقط وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وهو غاية التنمية وعلى أساسه يتم استخدام البي بي أو الناتج الداخلي الخام لقياس درجة النمو الاقتصادي بين دول العالم بالنسبة لمفهوم الثاني فهو التنمية البشرية التي تتعلق أساسا بالنهوض بالأوضاع المعيشية للسكان من خلال الاهتمام أساسا بالخدمات الأساسية كالتربية والتعليم وكذلك الصحة إضافة إلى القضاء على آفة الأمية والاهتمام بالمرأة والتمكينها من ناحية الحقوقية وكذلك الاهتمام بالسكان والتشغيل والتكوين والتأهيل المهني لدراسة التنمية البشرية ولتصميف دول العالم حسب درجة تقدمها البشري فهناك مؤشر التنمية البشرية والمؤشر التنمية البشرية لدياش هو واحد المؤشر تركيبي لقياس مستوى التنمية البشرية في العالم من خلال الاعتماد على ثلاثة المؤشرات الفرعية ألا وهي متوسط أمد الحياة أو ما يسمى بالعمر المتوقع عند الولادة لقياس مستوى الصحة في بلد من البلدان ثم نسبة تعليم الكبار أو 15 سنة فأكثر لقياس مستوى التعليم ثم حصة الفرد من ناتج الداخلي الخام لقياس مستوى المعيشة طبعا هذا المعدل هو يتراوح ما بين 0.1 و 1 إذن إجمالا في التنمية هي مفهوم مركب فعلم السؤول اللغوي نقصد بالتنمية الزيادة والوفرة والتكثير والنماء أما استلاحا فهي التحسين الدائم والمستدام لشروط عيش الإنسان من خلال استجابة لحاجاته وتمكينه من الاندماج أولا مع نفسه ومع مجتمعه بالنسبة للمحور الثاني ما هي المقاربات المعتمدة في التنمية؟ هناك مقاربة عديدة أهمها المقاربة الديمغرافية هي تعتمد أساسا على مؤشرات كأمد الحياة النموط الديمغرافي ومعدل الخصوبة وغيرها ثم المقاربة الاجتماعية التي تهتم بمؤشرات كالفقر والأمية والهشاشة ومعدل تأطير الطبي ثم هناك مقاربة اقتصادية وقلنا على أن المقاربة الاقتصادية هي تقيس النموء الاقتصادي وتركيز على مؤشرات كمية مثل ناتج الداخلي الخام أيضا معدل الدخل الفردي بنية الاقتصاد والاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة من طرف البلدان العالمية ثم هناك المقاربة السوسيو았يصادية أو المقاربة الاجتماعية الاقتصادية وهذا المقاربة يعني تتدمج مؤشرات اجتماعية واقتصادية وأيضا حتى ثقافية مثل مؤشر تنمية البشرية ثم هناك المقاربة الثقافية طبعا هي تركز على الأبعاد الثقافية في التنمية كنسبة تمضروس ديمقراطة التعليم أيضا وضع البنية التحتيت الثقافية من مساريح دور السينما المتاحف وغيرها ثم هناك أيضا مقاربة سياسية التنمية تهتم بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأيضا ترصيخ دولة الحق والقانون وأخيرا هناك المقاربة البيئية التي تهتم بالبعد البيئي في البرامج التنموية وتأخذ بعي الاعتبار يعني بعد البيئة في الاستراتيجية التنموية بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية الأجيال الصعيدة والمستقبلية أخيرا ما هي التقسيمات الكبرى للعالم من خلال خريطة التنمية طبعا هنا لا بد من الاعتماد على مؤشرين المؤشر الأول هو الناتج الداخلي الخام مؤشر ثاني ومؤشر تنمية البشرية إذن بالنسبة للمؤشر الناتج الداخلي الخام فهو يقسم بلدان العالم إلى دول الجنوب ودول الشمال أو دول المركز ودول الأطراف إذن بالنسبة لدول الجنوب فهي تشمل مجموعة غير متجانسة من الدول الفقيرة والفقيرة جدا أيضا القوى الاقتصادية المتوسطة يعني معظم الدول الفقيرة والفقيرة جدا هي تقع في القارة الإفريقية ثم هناك دول ذات اقتصاديات متوسطة ثم قوى اقتصادية ساعدة مثل الصين والبرازيل وغيرها ثم هناك دول الشمال وتسمى كذلك لأنها معظم هذه الدول تقع في القسم الشمالي من الكرة الأرضية على خلاف دول الجنوب التي يقع معظمها في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية إذن دول الشمال هي دول غنية دول متقدمة وتضم أيضا مجموعة غير متجانسة نسبيا كالدول الصناعية الجديدة مثل التينيات الأسية والأربع كذلك الدول الصناعية الغنية وقوى الثالث العالمية أو الدول المتحكمة أو القوى المتحكمة في النظام الاقتصادي العالمي كالولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي واليابن إذا اعتدنا على مؤشر تنمية البشرية فيمكن أن نقسم المجال العالمي إلى أربعة ديال المجموعات المجموعة الأولى ذات مؤشر مرتفع جدا أكثر من 0.9 وهي الولايات المتحدة كندا، أوروبا الغربية، اليابان وأسطراليا ودول أخرى أو مجموعة دول لها مؤشر مرتفع وتضم باقي دول أوروبا وبعض دول أمريكا اللاتينية وبعض دول أسيا تحديدا دول الخليج العربي النفطية والمجموعة الثالثة هي تضم دول ذات مؤشر متوسط وهي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ثم بعض بلدان أمريكا اللاتينية أما الدول ذات مؤشر ضعيف أقل من 0.6 فهي التي تضم دول فقرة والأكثر فقرا ومعظمها يتركز في القارة الإفريقية وجنوب شرق آسيا إذن في المحصلة إذا قررنا دول المجال العالمي من حيث الناتج الداخل الخام ومؤشر تنمية البشرية فيمكن القول على أن دول الشمال لها مؤشر مرتفع جدا إلى مرتفع في تنمية البشرية بالمقابل دول الجنوب فمؤشراتها هي مرتفعة إلى متوسطة وكذلك ضعيفة حسب درجة تقدمها الاقتصادي ولكن أيضا حسب درجة تقدمها في سلم التنمية البشرية إذن ختما أعزائي أشكركم على حسن تتبعيكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه ونوفق في تبليغ مضامن عناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها في التعليقات حتى تطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته